كنافة بالكريمة بتاعت الغنية عن التعريف او الكنافة بالاشطة اللي عدت 8 مليون مشاهدة على قناتها على يوتيوب طبعا شكل الكنافة واضح وكل اللي جرب بالكنافة بتاعت عارف كده كويس بس السنة ده هنعملها بطريقة مختلفة طبعا شكلها بيوضح قد ان هي مصطرة ولا غلطة كل الاسرار اللي هتطلعوا معاكم بنفس المستوى ده هتعرفوها في الفيديو ده وبإذن الله الوصفة دي هتشرفكم جدا في رمضان شايفين اللون وكل حاجة عاملة ازاي يا جماعة؟ يارات لايك كتير للفيديو وشير كتير ويشرفنوا متابعتكم ويلا نشوفوا الطرقة والمقادير مع بعض في البداية هنبدأ نحضر الشربات في حلة نظيفة معايا كوباية ونص من السكر نزلت عليهم بكوباية من المياه الفترة العادية بقلبهم كده على البارد زي ما انتم شايفين بنفس الشكل اللي قدامكم ده وببدأ كده رفعهم على النار في العن المتوسطة على العالي وقت ما يبدأ الشربات يغلي معايا هنزل باتنين معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز أو من عسل النحل تمام؟ وهد النار يا جماعة بعد كده بعد تلات دقايق هنزل بعصر نص لامونة بالشكل اللي قدامكم ده في مصفة كده بتاعت اللامون أو بعصارة اللامون أو بالإيد عادي تمام؟ وببدأ اختبر الشربات كده بتاعي وقت ما ينزل ينقط كده ببطء كده قوموا بقى تمام معايا بس سيبوا على جنب بعد كده معايا نص كالو كنافة مفرومة ناعم باشتريها جهزة كده تمام؟ لو عند في الفريزر ملحوظة هامة لازم أسيبها تفك وتوصل لدرجة حرارة الغرفة تنفع عادي مش لازم تكون طازة ولو جايبها شعر تمام؟ وعايزة أفرومها ناعم زاك يا محمد هدخلها الفريزر وافرقها بإيدي تمام؟ أو في الكبة لأن لو فرمتها في الكبة وهي لسه طازة كده هتلف على السلاح تمام؟ الكنافة بتاعت وصلت لدرجة حرارة الغرفة فرطتها كويس نزلت عليها بـ 80 جرام من السكر البودرة ما يعادل نص كباية وبعد كده على مصفة عشان لو فيه أي تكتولات يا جماعة وببدأ كده أغلف الكنافة بالسكر البودرة بتاعتها كويس جدا لحد ما السكر يمتزج معها الكنافة تمام؟ بالشكل ده بعد كده معايا 200 جرام من السمنة السيحة وسبتها تقليب قلبه على النار ما يعادل كباية أنا كنت مسايحة بالزيدة بس ما استخدمت شلة كباية بس بوزن 200 جرام تمام؟ بعد كده قلبتها الأول بمعلقة اللي هي السباتيولة اللي كانت معايا دي عشان طبعا كانت سخنة شوية لحد ما إيدي تحملتها بدأتها بس بإيدي كويس جدا زي ما انتوا شايفين قدامكم بالشكل ده لحد ما تشرب السمنة معايا كويس جدا يا جماعة بعد كده معايا صونية 30 سم مدهونة السمنة بسيط كده من الأرضية وببدأ أعمل طبقة كنافة من تحت كده وما تكونش ساميكة تمام؟ ما فيش حاجة اسمها نص الكمية فوق ونص الكمية تحت على حسب الصونية والاحتياج إحنا ما إحناش بنعمل كنافة بصمة أو كده طبعا الشغل يختلف كنافة نعم عادي الشغل المعتاد وببدأ كده أعمل أرضية كده وما تكونش ساميكة وبأكد عشان هتطلع بيضة وهتطرق بعد الثاني يوم دي بقى بتقعد معايا بالأربعة يام يا جماعة مقرمشها وهشها مش مقرمشها اللي هي ناشفة يعني زي الطوبة عملت كده طبقة يا جماعة رؤيئة وفردت كس كده تلاجة وبدأت أكبس كده بأي صونية اللي هو ناسويها مش أكتر يعني مش بنكبس زي برضو الكنافة البصمة اللي هتساوي بس وتبقى سوا بعد كده بعد كده بأخذ من الكنافة وببدأ كده عمل طروف بإيدي كده طبعا كمية السكر اللي في الكنافة هتساعد معانا على الرابط وكده وببدأ كده عمل حروف كده بأخذ جزء وبجعل لجناب كده بسكن بالشكل ده يا جماعة عشان لما نعمل الكريمة بتاعتنا ما توصلش للأجناب يبقى فيه حماية أو عزل كده وما تلتلدعش مية أثناء التسوية شايفين أسهل من كده ما فيش هو يا جماعة نبدأ نسكن كده بإيدنا نعمل حرف كده زي الفل معايا هيا بس نبقى على جنب وبعد كده نشوف هنعمل إيه في حل أو في كسرولة على النار هنزل باربع كوب الربع حليب ما يعادل سبعمائة وخمسين جرام حليب بلدي بعد كده معايا تسعين جرام نشا ميدا وبهم في مية وخمسين جرام مية تلتة ربع كوباية المقدرة هكتبها في الكابشن بإذن الله أسفل الفيديو بس نبقى الحليب في حل أو في كسرولة على النار يغلي معايا وقت ما يبدأ يغلي هد النار وادله كده تقلبتين وابدأ أنزل بخلط الميا والنشا تدريجيا بالشكل ده خط رفاية ما فيش حاجة اسمها نضف النشا ونقلبها مع الحليب على البرد ونبدأ نقلب كده ده مش شغل محلات خالص تمام ساعتها كنافها تقلب كتير في الفرن واتبدأ قونت وتزعلوا في الآخر تمام هو ده نظام المحلات ما فيش نشا اسمها بتتحط مباشر على اللبن وبسيبهم يربطوا وقت ما ربطت معايا كده يا جماعة بنزل كده بشوية فانيليا بودرة كده بتدي تسترهيب تمام وقلبها شوية أفضي يعني أسوي النشا كواس في الكريمة وبنزل بقى الصينية وهي سخنة كده والكريمة يا جماعة ما بتاخدش سكر في الشرق فبأكد في الحتة ده الشرباط اللي احنا بنضفه له الكنافة تمام هو ده اللي بيزبط الدنيا ما تضفه له السكر بسيب الكريمة تبرد اللي هي يعني معادتش تلزق في ايدي مش هسبها تبرد اللي هي تبقى ساعة على المهم اللي انا اختبر بيدي زي ما شفتم تطلع النظيفة بعد كده بنزل بطبقة الكنافة اللي هتكون فوق وبسكن كده وبتكونش ساميكة برضو معايا بالشكل اللي قدامكم ده اسهل من كده ما فيش وبكون في المرحلة دي مشغل الفرن على درجة حرارة 180 مقاوية رفة أول من تحت تمام لحد ما الطروف تفصل معايا بقوم قلب الكنافة في الصينية تانية أو في الصينية نفسها بس بقولك عشان يعني لو ناس مبتدأة ما يحصلش حاجة عشان تاخد السوى بتاع المحلات المزبوط ولما قلبها تمام لما تروفها تفصل وقلبها تمام بهد النار من 180 إلى 160 عشان تحمص كده معايا جماعة من جور تمام وتطلع معايا بنفس المستوى ده الشكل واضح اللون اللي باهتها معايا لعمل طبقة خشنة نفس اللي احنا بنشوفها في المحلات بتقعد مدة تسوى معاك قد يا محمد هي وقت ما الطروف بتفصل يا جماعة وباختبارها كده بقلبها على طول تمام وبهد النار يعني اخدت معايا بالزبط نص ساعة 35 دقيقة بعد كده على طول تطلع من الفرن بدلها الشربات اللي احنا عملنا التقل البارد بالشكل ده طبعا زبطة الشربات بتفرق جدا برضو طبعا يعني ومش بتحتاج تاخد من الوشة او من الظهر يا برضو مش كنافة بصمة كلها الشربات بيسمع فيها تمام اسهل من كده مفيش يا جماعة بسيبها تشرب الشربات كنت معرفش ببص على ايه المهم هقطع له قطعة كده وايه والله كيت لسه سخنة عشان اواري لكم الكريمة بتاعتي مش مقاستكة ولا حاجة حتى كيت لسه بتشرب الشربات برضو شوية عشان شوفوا الكريمة بتاعتي نعمة ازاي وارمشة الكنافة وهشاشتها وانيها مش بتفصل طبقتانا على الرغم ان الكريمة كانت سخنة جواها المستوى واضح كريمتي نعمة بس طبعا ما تستنوش ما تقطعش وياه سخنة او كده لما تهدى شوية طبعا بعد ما برتت شوية طبعا ارمشة الكنافة ولونها واضح ما فيش حتة فاها بيضة بتبقى هشا كده يا جماعة فاها الارمشة اللي هي الهشاشة دي وطارية بألف هلعلك يا رب رهيبة اشتركوا في القناة